الحمد لله اليوم فضل من رب العالمين استكملنا ولا ترشونا عند دائرة ثانية مستكملين مرحلة بدأناها من قبل وبإذن الله من خلال الشعب الكويتي ننهيها بإذن الله لخدمة بلدنا اليوم يا أخوان قاعدين نشوف مدى العبث أو الأحباط اللي قاعد يعيش شعب الكويتي لذلك اليوم من غير المقبول أن يتم إرهاق الشعب الكويتي من خلال الحل ومن ثم التعليق ومن ثم الحل ومن ثم التهديد بالبطلان ومن ثم بثل شاعات وبالأخير يخلون الشعب يراجع عموره ويحاولون يمسون آخر مفخرة له اللي هي الدستور كم مرة تابون الشعب الكويتي يوصل الرسالة أن الدستور خط أحمر هي آخر مفخرة اليوم لا يمكن لا نملك مفخرة معمارية ولا مفخرة اقتصادية ولا مفخرة رياضية ولا صحية ولا تعليمية نملك مفخرة دستور ديمقراطية حرية أيضا تعبثون فيها إذا أنتم عادزين عن عمل أي إصلاح الآن تحون تمسون آخر مفخرة لنا اللي هي الدستور الكويتي بني من ثلاثمائة وخمسين سنة بتوافق من الشعب مع الحاكم أجمل طريقة تسلسل حكم تدرس في الآلم تعبثون فيها بثل شاعات من خلال سح موضوع الجنسية ومن ثم ترك الأمر للشارع إذا كان هناك ناطق رسمي للدولة هل من المعقول أن يتم ترك الأمر بهذا الشكل تمزيغ المجتمع الكويتي شنو الهدف منه وعندك اليوم الغزو رسالة واضحة الشعب متماسك وصل رسالته من خلال مؤتمر جدة لذلك اليوم هذا أمر خطير إذا كان هناك ناطق رسمي للدولة يجب أن ينفي أي إشاعة تبث من خلال تواصل الاجتماعي شفنا وزير الداخلية قبل شميوم راح نحاسب أي مقرد يعبث الهوية الكويتية أو بث الإشااءات أنا أتحج أني حاسب أحد لأنه لا يمكن أو لا ما أتوقع أن يستطيع أن يحاسب أي أحد لذلك اليوم نحن نمر بمفترق طرق وما عندنا أي رسالة نوصلها للشعب الكويتي إلا نقول التفاعل لا يحاولون يسؤون لإرهاقنا لأن الشعب الكويتي وقت الجيد راح تلقاه موجود إذا كانت الحكومة اليوم تحاول إرهاق الشعب من خلال اختيار أوقات عليها ألمات استفام بالانتخاب ومراهنة في عدم المشاركة شفنا بكورونا المشاركة قريبة 70% وباء ولكن الكويت شاركوا لذلك هذا الأمر خطير يا أخوان اليوم نتكلم من داخل البرلمان أنا أملك خطين 50% هو المحافظة على الدستور وكيفية حماية الدستور لخلق تفاوض ومشاركة في الغرار الأمر الآخر إن تم هذا الأمر نتكلم عن إصلاح اقتصادي الكويت اليوم ما عنده هوية اقتصادية لذلك إن شاء الله إن تم نجاحنا في مجلس الغادم أول أمر رح نقوم فيه نشكل تجمع أو كتلة اقتصادية كيفية خلق استثمار داخلي إحنا نقدر خارجيا مميزين أول دولة في الآلم شكلت صندوق سيادي لحماية أجال قادمة الكويت سنة هذا الخمسين إذن إحنا عندنا قدرة أن نستثمر خارجيا ولكن داخليا لا نملك أي أمر لذلك إن شكل كتلة أو تجمع لإجبار الحكومة في كيفية خلق فرصة استثمارية داخل الكويت السعودية اليوم طموحة يكون عندها 500 شركة رئيسية لأنه قاعد أقول حق الناس أنا أكبر مستهلك في المنطقة وتفرض عليهم أمر واقع والإمارات اليوم قاعدت حاوة تصل الأربعمية الكويت كان عندها 13 شركة رئيسية إخوان فقط والآن سبعة إذن في إنحدار لذلك إذا كنا زنين بالسياسة أو نتكلم سياسة أو إحنا ككويتين نقدر نفعارج أي قضية سياسية أيضا اليوم لازم نتكلم اقتصادي شوي خور عبد الله مين مبارك ساحل البحري جون الكويت كله ملوث ولا في اتفاقية استثمارية لا طورنا الجزر هذا أمر خطير لا قاعدين نضخ قز ندعم النفط ولا قاعدين نسوي دعم للمشتقات النفط وإنت اليوم ككويت عندك أفضل طاقة الرياح وطاقة شمسية وعندك الشقاية مو قاعد تفعلها وقاعدين نحرق ثلاثة مليار دينار تشغيل الكهرباء لذلك يا أخوان بعد ما نأمن العملية السياسية وحماية الدستور وفرض أمر واقع على الحكومة في التعامل مع الدستور وحمايته لازم نتكلم شوي اقتصاد ننغذ البلد ميزانية الكويت يا أخوان تخيلوا 20 مليار إما رواتب أو دعوم 6 مليار فقط هي أمور أخرى لذلك يجب أن ننطور الأملية الاستثمارية أو الميزانية بضخ إن شاء الله دماء جديد للأمر لذلك يا أخوان المشاركة الفعالة أمر واجب ولا منا لازم اليوم الشعب الكويت يشارك ولازم يوصل رسالة أخرى أن الدستور خط أحمر هذا أمننا فيكم وبإذن الله إن شاء الله متوكلين من خلال إرادة الشعب الكويتي وإن شاء الله بدنا رح نوصل رسالة بإذن الله نقول فيها أن اليوم الكويت بإذن الله قادر للتفاعل وليبناء الأمل بإذن الله إحنا ككويت اليوم قضية فلسطين أو قضية القدس هي قضية بالنسبة للمصيرية اللي قادر المغاطعة في الفترة الأخيرة الشعب الكويتي من خلال البرلمان لذلك اليوم هذا أمر خطير الناس قاعد تباد الأطفال قاعد يبادون في إبادة جماعية لأي إرادة مقاومة للغضية الفلسطينية طبعا طبعا أكيد أي شيء في مزيد الحريات نحن معا لأن بالأخير أنت يجب أن تكون شريك وتخلق شراكة جماعية لكل المجتمع الكويتي فسواء كانت حرية لمناصة أخواننا في غزة أو سواء ما تدمي حرية لمشاركة أكثر شيئا من المجتمع الكويتي في العملية السياسية نحن معاه فطبعا الناس اليوم تتقدم لا يمكن اليوم تتأخر في أمن الحريات لذلك الحرية أو ضخ الحريات أو اليوم مشاركة العالم أو دعم أي إنسان مظلوم خارج الكويت نحن معاه نحن اليوم عندنا مصادر للأسف الناس تعتقد أن نحن بسعدنا للنفط وهذا أمر مصح أنت أفضل موقع تجاري بحري في المنطقة اليوم كل الدول قاعد تفكر أنها تسيطر على الميناء التجاري في العالم وأنت عندك ميناء مبارك واقف لذلك هذا نقطة جدا مهمة تفعيل ميناء مبارك من خاتفاقياتنا العالمية وقلنا ذاك اليوم الصين الأمر الآخر أنت اليوم عندك ساحل بحري جول الكويت يعتبر ثاني حاضنة أسماك في العالم تخيل خير من الله هذا غير النفط ولكن كله ملوث إذا كان عندنا هيئة للبيئة وجب أن تنظف هذا التلوث وتستفيد من الثروة التي عندك وكذلك شفنا أن الكويت قبل النفط عاشت من خلال ممرها البحري أو ممرها الصهراوي الأمر الآخر لازم تكون حاضنة لطاقة الشمس طاقة شمسية طاقة الرياح تساعدك في تشغيل الكهرباء وتوفر لك مال أيضا لازم نكون مصدرين للغاز ومشتقات النفط نحن لا نتكلم عن نفط نتكلم عن شيء يدخلنا الدولة أيضا ميزانية الكويت لازم ندقمها من الخارج ودايعنا في الخارج في أوروبا فقط 250 مليار تخيل بذات عائل 3% بس وين قاعد تروح ما نحن نعارفين إذا دقمنا 1% 1.5% داخل الميزانية نقدر هنا نزيد داخل الفرد يا أخوان لما ننقوز جاتي الرواتب إحنا مو قاع نغازل الناخب ولا قاع نحرك مشاعره إحنا قاعدين نقول إن الطبغة الوسطى انطحنت طحن العلم والرياضة والصحة أو أي مدرك الطبغة الوسطى هي المقذي لأي إنجاز لذلك اليوم يا أخوان إحنا بزيد الرواتب لحماية طبغة الوسطى الدوة كهتنهار لأنه يكون فيه غني وفيه فقير لما نكون فيه عندك دخل محدود أمر خطير رب الأسرة راح يهمل أبناء راح يهمل علمهم راح يهمل صحتهم هذا أمر غير مقبول مو معقولة لكويت من فلسطة ولا زيادة علاوة الأبناء من 92 التضخم زاد 220 بالمية والراتب زاد بمعدل كل سنة واحد بالمية يعني 20 بالمية يعني كرب أسرة تحمل خلال 20 سنة 200 بالمية زيادة هذه أرغام ترى حكومية أرغام حكومية فبالأخير أكيد لما نشوف عندك انتشار في المخدرات لأن رب الأسرة عجز من يعالة أسرتها لما نشوف اليوم عندك لما نشوف اليوم انتشار عندك في الأمية أو في الجهة اللي سمح الله لأن رب الأسرة عجز عن تعليم ابنه لذلك زيادة الرواتب هي ليست قزل للناخب هي حق لحماية الطبق الوسطة وهذا أمر مهم للمستهلك أن يحرك عجلة الاقتصاد هذا أمر جدا مهم إذا كان فيه في المستقبل أعضاء برلمانيين ذات حس اقتصادي راح ينبهون الحكومة كيفية زيادة الرواتب من غير مامس الميزانية قاعدين نشوف اليوم البرلمان الكوتا ماتها ناغصة لذلك هنطالب الشيء أبن الكويتي بضخ دماء جديدة ذات حس اقتصادي لأن غاضي البلد ميزانية الكويت خلال 7 سنوات ستكون 40 مليار تخيل شو متعامل معها إذا ما عندي بدخلات أخرى لذلك زيادة الرواتب قضية أساسية ولست منها ولست تكسب انتخابي ترجمة نانسي قنقر